عدنا إليكم من جديد مشاهدين في كل مكان إلى فقرة ألوبسي وحديث عن المعاناة النفسية أسباب وحلول لإضاءة أكبر حول الموضوع أسعد باستضافة الأخصاء النفساني خالد مهوب صباح الخير أهلا بك صباح الخير مباركة شكرا على السيدات بخير الله يبارك فيك نتحدث عن المعاناة النفسية المعاناة النفسية في بداية المشاهد الكريم ربما قد يتسأل ما المقصود بها المعاناة النفسية مباركة هو كل ما يجعل المرء يعاني من عدة أشياء يقوله معاناة النفسية يعاني ممكن من فقدان شخص عزيز يعاني من فقدان عمل يعاني من مشاكل زوجية يعاني من مرض هذه معاناة النفسية ممكن يعاني من صعبة في التكيف التكيف. ممكن فقد انثقة في النفس. ممكن مواجهة الآخر. ممكن كذا. فهنا المعاناة النفسية لا نستطيع أن نحصرها في شيء معين. أي إنسان مهما كان صفت ومباركوية. عنده نوع من الأشياء اللي يعاني فيها. وعنده جانب نفسي خاص به هو. بداته. وهنا المعاناة النفسية لماذا نتحد عن المعاناة؟ لأن الإنسان يعاني في صمت. وهذا الصمت هو صمت راهيب. وهذا المعاناة النفسية يلقى صعوبة في البوح بها. لماذا؟ خشية من ردة فعل أنتها الآخر. خشية من أننا يكون كما نقوله نستهزئ به. النظرة عن مسكنة عن المجتمع كذلك. ممكن يشوفه الحاجة اللي يعاني منها هي حاجة تفهى. ممكن هو يشوفها تفهى. الناس يشوفها تفهى. لكن هو عنده حاجة كبيرة. وممكن تكون لعدة أشياء. ممكن بسك في بعض أحيان يلعب دور ضحية اللي يحمل المسؤولي الآخر. بلك هو اللي يدر لي هكذا. هو اللي خلالي يكون هكذا. هناك عديد منها. فالمعاناة النفسية تشملها كل هذه الأشياء. بغض النظر عن الإطرابات النفسية اللي ممكن يعيشها الإنسان المعروفة بطبيعة الحال. فهنا حتى ممكن إنسان يعاني في العمل حتى معاناة نفسية. حتى تكون من طرف الأولياء. خاصة في الأيام اللخرى تعمل دانوين. هناك تعب نفسي. إرهاق نفسي. ليأثر ويخلي الإنسان يعاني ويعاني في صمت. فقط أردت أن أذكر أستاذ المشاهدين الأستاذ خالد مهوب أن بإمكانهم طرح أسئلتهم واستفساراتهم حول الموضوع. بخصوص المعاناة النفسية. الأسباب والحلول على عبر الرقم الظاهر أسفل الشاشة 023 71 98 68 أعوذ إليك الأخي السيد النفسي خالد مهوب هل هناك تأثيرات عضوية لمحتمل المعاناة النفسية؟ بطبيعة الحال هناك تأثيرات عضوية وهناك تأثيرات نفسية وهناك تأثيرات كذلك اجتماعية بطبيعة الحال. بس كون الإنسان يعاني في صمت بطبيعة الحال أولا ما رحش يرقد من الله وكي الإنسان كي ما يرقدش ما يستمتعش برقدته رح يتنعكس على الصحانته رح نعكس التركيز رح تنعكس كذلك حتى على المرضودية داخل العمل حتى في العلاقة مع أولاده المعاناة النفسية هذه كمباركوية الى كونديسيوني الكمبورتومنت رح تتحكم في السلوك الشخص هذا ويقول يتصرف ممكن تظهر على نوع من النرفزة نوع من الاندفاعية نوع من كما نقول ما يتحكمش يروح ونشوف التوتر هذا واضح عليه وين هو اللي سيتجور يحوص دايما كيفاش ينكر هذك المعاناة لا لا ما بيواله لا 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 بس الحمد لله آه يتبلك بارك هذا ما كان ما كانش اوكاين لياخدها خد استيزاء وين هنا ماذا بينا نفتح قوس باركوية ونعود نديره هناك العديد من الذين يعانون النفسيين يطلبون المساعدة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وين هنا نشوف الناس وين نوضح هناك بعض التعليقات يعني سمحوا لي التعليقات ما لازمش تكون خلاص وين كيف يصورت راح نزيدو طين بلا وين الإنسان هذا لو كان يسمع له لو كان لقى حل المشكلات نتاعه ما يجيش يحط المشكلات نتاعه عبر وسائل التواصل الاجتماعي كي يجي يعرض المعاناة نتاعه عبر وسائل التواصل الاجتماعي هنا منزيدوه شطين بلا عن طريق تعليقاتنا عن طريق صخرية تعنا منه عن طريق في بعض الحين يقولوا له اروح قرى قرآن اروح صلي اروح دير كذا لكن المعاناة النفسي الإنسان هذا رو يصلي هذا مواض بعض الصلاة تاعه رو يقرى قرآن رو يتخرج من ربي وان في بعض الحين بعض التفسيرات الشعبوية تاع ضعف الإيمان هو اللي خليك تكون هكذا لا يا أخي لازم تحط روح قرآن الإنسان هذا اللي ممكن عنده مشكلة نفسية عويصة اللي لقاء صعوبة باش يتخلص منها نعم وكثيرا ربما ما تتحول هذه المعاناة النفسية إلى ربما عقد نفسية محتملة في الأول الأخيرة كاتر الحديث على ما يعرف ديبريسيون وغيرها بطبيعة الحال بس كو علاش الفرنسا هادية كي تبقى وما القولهاش علاج والإنسان هذا ما نروحوش له باش نعاونوه ما نروحوش له باش نساعدوه راح المعاناة تاعو راح تزيد أكتر فأكتر يعني الصمت نتاعو هاداك بس كو علاش حناك يعود الإنسان عيان نفسيا ولا كي يعود إنسان عنده حتى عيان عضويا عنده دايما يروح دايما إيماجيني لبير وين ممكن مايرقدش ممكن نستقبل المقالمة نعم صريحة من ولاية عنابة سلام عليكم صباح الخير مرحبا صباح النور أهلا مرحبا بيك تفضلي مدام يا عيشك حبا نادر ما الدكتور اش أخي مرحبا بيك مدام صباح الخير صباح النور أنا عندي مرض جدي ونفسيتي طول محبطة منه يعني ما حبيتش نرتاح منه ونفسيتي طول كل قناة منه وش هو المرض الجدي؟ نصح يا دكتور يعني وش ندير يعني ديما كل قناة منه وما حبش يرتاح ودكتورة قتلي ما تقلقيش منه بزاك مادام وش هو المرض الجلدي اللي عندك؟ عندي قتلي المرة هي لم أفهم أعيدي أعيدي تسمية المرض المرة لم أفهم كيفاش تحسي بروحك مادام بهذا المرض الجلدي؟ كيفاش تحسي بروحك يتشوفيه ولا كيفاش نظري الجسم نتاعك الجسد نتاعك؟ يقولني كيجي يخرج يحرقني نحس بالسخانة نحس بالطلقة منه كيجي يخرج هذا سي لبسوريازيس مادام لا لا والله ما فهمتك دكتور هو مرض بسوريازيس سيسا؟ ها؟ داتي مرض موض من ما يطول شوي بروح داكور مادام شكرا أنا راح نجاوبك على سؤال تاك مادام ميرسي آيا صحة فتورك مصحة هنا يعني يعطيها صحة بسوريازيس هذا السرس الانكسيتي هي السبب الوحيد كما يقولون الكبير يجعله يزيد يتكاتر ويزيد يدهر أكتر فأكتر فهنا معاناة نفسيا تالشخص هذا وين في بعض الحيان بسكو لاش الانسان كي وعد عنده هاد لبسوريازيس وين صور تدت متاع وتتشوه بسكو عبارة عن بقع من الاخر ادهر في الجسم تاع ودهر في كده صرته بالنسبة للمرأة وين هنا ممكن حتى تخف على المسار تالكو بلتاح وين تولي تحشم بالجسم تاعها تولي تحشم بالكده فأنا المعاناة تزيد أكتر فأكتر وين جينا رامون لبسوريازيس هذا الجانب النفسي أو السبب النفسي عنده دور كبير لدى النصحة اللي نجاها السيدة الكريمة انها تصل بمختص نفسي اللي نقول مختص نفسي ليدلك جلسات نفسية علاجية باش تخلص من ضغوط النفسية هذه اللي راهي زيد في حدة الاطراب الجلدي انتعك فما نحشموش كنو روحو نهضروا على المشكلات النفسية انتعنا ما نحشموش كنو هضروا على المعاناة النفسية انتعنا لازم نكسر الصنف بسكو مبارك خويا وش يحرك الجسم هذا والروح العلاقة وطيدة بين العضوي والنفسي ما نقدروش نفصلوها ما نقدروش نفصلوها بسكو شكون يحرك الجسم هذا شكون يحرك لو الروح والنفس هي لو فيك ينتعنا أو المعاشي تنتعنا كفاش تربينا كفاش كده هي المعاناة النفسية هي سلسلة الصدمات اللي ممكن تعرض لها الإنسان اللي تقول يتحكم فيه وتقول يهي اللي يتحكم في السلوك متاعه وتخليه يزيد ونزيده منسف طابع الجزائري كتوم ما يعبرش على المشاعر تاه ما يعبرش على الألم تاه ما يعبرش على الصعوبات اللي ممكن يواجهها في حياته لماذا؟ لعدة اعتبارات لأنه خايف نردت الفعل نتعى المجتمع ونشوفه الجزائري عايش باش يرضي الناس عايش باش ما يقولوش عليه بلي أو ضعيف ما يقولوش عليه كده لكن أنا بهذه الطريقة رح نزيد المعاناة نتعي أكتر فأكتر نعم هذا يدفعني لأن أطرح السؤال يتعلق ب كيف هو واقع الرعاية النفسية عندنا في الجزائر ولكن بعد أن نأخذ الاتصال الهاتفين نصر الدين من ولاية سطيف السلام عليكم صباح الخير أعلم بك أشارك بلا باس الحمد لله تفضل أخي صباح الخير أتماع بمشاكل نفسي أبك ألو السلام ألو الساعة دكتور مرحبا مرحبا مشاكل سيبع مع مشاكل سماع عائلية نعم ألو وش هي المشاكل العائلية اللي عاشتها أخي مشاكل سماع زوجي أخي معنى شو نسمعه فيك أخي ألو نعم تفضل أخي تفضل لا ترحنا مشكلتها هكوش المشاكل نفسية العائلية اللي عاشتها انقطعت المكالمات للأسف اعطي صحة بس كو شار إلى موضوع موهم وهو المشاكل العائلية الأسارية نعم فترات المشاكل مع الزوجة ممكن الانستانس الديفورس هادو رح يكون الأثر النفسي تاحهم بس كو في بعض الأحيان يقول لك بالإنسان كي رح تخلص من الزوجة تاحا ولا تخلص من الزوجتها رح ترتاح نفسي لا معاناة معاناة نفسية كثيرة كي يعود عندك مشكلة في الدار وين في بعض الأحيان نحن توجهر لا لا بلك تهضره بلك يسمعه بلك كذا وين أهنا المعاناة هذه رح تزيد أكتر فأكتر ما يقدرش يهدر على إمه ما يقدرش يهدر على بابه ما يقدرش بس كو ممكن بابه أو كده ليخليه كي ما يقولوا يعاني ويعاني في الصمت هذه المعاناة رح تترجم عن طريق سلوكات عن طريق صعوبات اجتماعية عن طريق ممكن حتى في بعض الأحيان تغييرات جسادية اللي يصدر على الإنسان كي ما يقولوا طريق من ولاية سقهرات السلام عليكم مرحبا وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل سيدي تفضلك أخي الأخي الكريم حبيت أن تسأل دكتور بارك سبع الخير سيدي تفضل سبع الخير السلام عليكم دكتور واشكدا بس صبع الله يسلمك الحمد لله الحمد لله دكتور عندي البنت انتاعي تقرى التالتة المتوسط عندها هي بارك فيك عندها عندها هي مدة طويلة ولكن كانت شبينة لكن مع رمضان وارواح والتي كانت عندها وحدة الرجفة في الديهاك دكتور عيطوا لي ليمات الفيتين هذوم عيطوا لي في السيام عيطوا لي للانوت تحت على رياضيات هي كانت ما شاء الله للموين تحت سيبار عيطوا لي قالوا لي بنتك نفسي ما هيش مليحة عبانها نفسي أرأي من ديزويد ديزنات حتى الفنك ديزنك في الأخر وقالوا لي عندها من يشعر كلات التقلق والرجفة الزفيد يعني هل تخاف سيدي كاري ما هي المشكلة هذا ما فهمت وش أنا أفقد مشكل نفسي أو عضوي هل تخاف هل تخاف هل تخاف هل تخاف من الفروض هل تقول الشيخ رياضيتك نهارك رحت لعنده وكذا قال لي نقول لها جوبية تقول لها ما نقدر ودها طرف وكذا ما فهمت شبرا ما عمباليش أنا واحد من الناس بنتي ما فهمت ما عمباليش وش ناقجت مع لكن ما عطاق لحت تجاوض دا أحن نجوبك أخي كريم شكرا لك على هذا التوضيح قالو نعم نحن في الاستماع قالو نعم سنجيبك أخي بقمعنا ستسمع سوف تستمع إلى إجابة الأخصائي نفسان هنا مبارك التوضيح كذلك المعاناة النفسية ما تسنحته واحد مام طفل صغير مام صبي فسكو علاش في بعض الأحيان ما زال هذا الاعتقاد سائد لدى الجزائري بأنه كلمة لك الذي لا يفهم لا يفقه لا يعاني لا معاناة النفسية بلك ما عنده التاقة اللغوية بشي عبر المعاناة النفسية لكن معاناة النفسية تبان في عدة أشياء من بينها تبو لليل إيرادي من بينها عدوانية من بينها عدة إطرابات ممكن فقدان الشهية ممكن صعوبات اجتماعية ممكن عدة أشياء لتدار عليها المعاناة النفسية هنا كنشوفو بنت المتصل من نسو قهراس إحنا لو ش نديروا معاها أولا قبل كل شيء لازم نعرضها طبيب مختص في الأعصاب وإن ديرها تخطيط دماغي من أجل معرفة أنه الوريجين هذا الرعشاتها بل ما عندها حتى نحية حتى سبب نحية العضوية كي ديرها تخطيط دماغي جمجمي هذاك راح يعرف بل ما كان حتى مشكل من نحية العضوية إلا كان مشكل من نحية العضوية فهو طبيب الأعصاب الذي سوف يتكفل بالعلاج إلا كان ما كانش مشكل عضوي فهنا نوجهها مباشرة للأخصائي النفساني بشي ديرها جلسات نفسية علاجية بشنا عرفوا أسكو عندها خوف عندها فوبيا من الفرود عندها معاناة مع عندها خوف مدرسي عندها مشاكل نفسية اللي راح نعاونها بشي تخلص منها وتسترجع تقاب نفس تحا وتقرأ بكل طلاقة بكل حرية لذا الحاجة الأولى اللي نطلبها منه سيدي كريم ديها عن طبيب مختص في الأمراض العصابية بش يدير لها تخطيط دماغي جمجومي بش يعرف بللي رعشة نتعلم عندهاش سبب عصابي إلا كان قل لك من ناحية العصابية ومن ناحية العضوية بللي بنتك ما عندها حتى مشكل مباشرة توجه الأخصائي النفساني اللي يكون قريب منك ولذ في الوحدة تعت بسكو كل المقاطعات التربوية الآن عندهم وحدث الكشف والمتابعة التربوية وين فيها طبيب أرتوفونيس مختص نفساني وكذلك أرتوفوني بش يعاونوها ويتخلص من هذه المعاناة النفسية تحابي حول الله كنت قد سألتك من ذي قبل حول مستوى أو لواقع الرعاية النفسية هنا في الجزائر مستوى الرعاية النفسية هنا في الجزائر بارابور اللي زاني الأخرين صابها بسكو علاش المستوى الرعاية النفسية بعد العشرية السوداء اللي خلات أثار نفسية وخيمة وجسيمة على الجزائر اللي خلات الناس أنك كوصورت لماذا زال حتى جزكا ماتنون ناس تعاني من أعراض الصدمة العشرية السوداء هذه اللي عيشناها لخلات الناس أنك كوصورت تتجه نحو المختص النفسي نحو الرعاية النفسية من أجل التخلص من المعاناة النفسية كذلك ما زال تفئة في بعض الآن يقول لك نورحان نفسيكولوج مانيش مهبول بسكولي حتى التفسير الشعبية كذلك ما ننسوش مباركويا التفسيرات الشعبوية اللي تزيد الضتين بلا أكتر فأكتر ضربوها بعين أو مسحور أو كذا وإن فيبال الآن راح تزيد المعاناة هذه راح تزيد أكتر فأكتر لماذا وإن فيبال الآن حتى نشوفوا دي دي يقول لك يقولوا لي أو مسكون أو سحور وإن على بال اللي وش أراني نعاني الصدمات اللي عشتها وهذه الأشياء والمعاناة النفسية ما نقدرش نقوله وش أراني نعاني ما نقدرش نعبر عن مشاعر لأنه لماذا لن يكون ديني دو كونفينس لماذا يذهب عند المسيكولوج المسيكولوج ماذا إنه المسيكولوج الانسان يأتي عنده سيضر بالطلاقة أولا المسيكولوج ما رحش يصدر أحكام عليه ثانيا رح يسمع له ثالثا سر انتاعه رح يبقى بخبي لأنه محمي بسر المهنة رابعا إلي لا بولو ستون راهو هنا بش يعاونه بش يتخلص وبش يتحرم المعاناة النفسية انتاعه ويعيش ويسترجع التقه هديك في نفسه ويعيش بكل طلاقة بكل حرية كذلك العلاجات النفسية طورت مبارك ما بقيتش كما بكري وين هنا العلاجات المعرفية السلوكية كما التنوين المغناطيسي الحديد كما نقول وين أظهر والحمد لله نتائج رحي أتبتت نجاعتها في مختلف الإطارابات النفسية بش نعاونه الناس فالهدف وش هو هو مساعدة الإنسان على التخلص من المعاناة النفسية كيف يمكن المجتمع أو الفرد داخل المجتمع أن يكون يعني يد بناء لامع والهدم للذين يعانون نفسيا أولا الإنسان يشوفوه يعاني كما الإنسان يقعد عنده مرض عضوي لازم تكون عندنا ثقافة إنسان عنده مرض عضوي إنسان عنده معاناة نفسية لازم تعمله معاه بنفس الشيء كيف إلا كان نشوفنا صاحبنا ولا واحد من الأهل نتاعنا يعاني نفسيا ونشوفوا سلوكات تها وتغيرت ونشوفوا نطوى على المجتمع نزوى على المجتمع ما ولا شي يحكي ما ولا شي يهضر ونشوفوها دائما غايز دائما نتاع نشوفو بعض السلوكات الغريبة ظهرت عليه هنا وش نديره أوتوماتيك نحوص نحوص نتاعنا إلا كان الإنسان هذا هو تقفينا وبيانسور لازم نخبيه السر التاع وبسكو علش في بعض الأحيان وش يعاني جزائري يقول لك يا رحم بابك فيش كون تدير ثيقة ندير ونبعد يدور عليك ونبعد يروح يخرج السر التاعك ونبعد يقول هداي صارت له فهنا فقدان الثقة في الآخر حتى داخل الأسرة وانفي بعض الحين تقول لك البنت نحكي ماما ما تروح تحكي لخالتي ماما تحكي لعمتي ومع ذلك ومع ذلك ومع ذلك ومع ذلك الخوف من ردة الفعل الآخر اللي يخلي الإنسان يزيد معاناة ليدا فهنا ننبعد إلا أنت إلا أنت إلا أنت تستبروحك لا تستطيع تكون في مستوى تقتل آخر نقولو يا أخي إلا كنا تحس بروح أين عاونك أين روح نشوفو أين روح نشوفو يساعدك يساعدك هنا لكي تكسر الصمت سيرتو نكسر الصمت هذك اللي راه عايش فيه لأن الصمت راهيب مبارك وكي عود الصمت راهيب أوتوماتي مو الإنسان وشي يقولي يدير مبارك يقولي يدير سيناريوهات سيناريوهات هذك اللي يبقى عايشها وهذك سيناريوهات تولي عبارة عن معتقدات يقولي يأمن بها يقولي تظهر عنده سلوكات يقولي يقولي يخاف يقولي يرهب وين حتى المرضودية تنقص حتى العلاقة مع زوجتها تنقص حتى العلاقة مع أولاد تلي مكهرباء لماذا؟ لأن هناك معاناة نفسية لم يعبر عنها ولم تلقى مساعدة من الآخرين ما هو الشيء الأهم بالنسبة للمريض أو الذي يعاني نفسيا الشيء الأهم حتى يتجاوز معاناة النفسية أو بداية تجاوز معاناة نفسيا نعم يسوفر أنا يعاني لا يش مليح يحتاج مساعدة يمكن يقول هذا بطريقة مباشرة لكن الخطأ الكبير الذي يرتكبه أغلب الناس وهو نكران هذه المعاناة النفسية وانت على بلك بلي يسوفري مي تل مو راه خايف يهضر على سوفرانس لا 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 يرصاف الحمد الله وانت على بلك بلي سي دره السلوكات تبدل كل شي تبدل وانهنا نكران المعاناة النفسية رح يزيد الطين بلا ويزيد المصمرة وداخل شوية يدخل أكثر فأكثر ويجعله يعاني أكثر فالفت يكسر الصمت الذي عايش فيه ويقول لا مليح لنحتاج مساعدة عاونوني ما كيف نعاون الإنسان هذا نعاونه نحكمه من يدو ونضيوه الأهل الاختصاص لا نبقى نفعله في التفسيرات الشعبوية هاداك لو كنت تكملها هكذا تهبل لو كنت تكملها هيت سرايكي مفلا لو كنت تكملها هكذا كذا فأنا وش رح نزيده ما رحيش نخرجوه من الغرقة رحي نزيدو نزيدو المعاناة متاعو أكتر فأكتر لماذا لأنه أو خايف بسكو في بعض الحين السيناريوهات اللي يديرها معروحو معداتو يقول لك باللي جريسك دو دونير فو هادو كنكمل يحس النية باش يدرلو قلبه و باش يتحرك و باش كده فهنا رح يزيد الطين بالله لذا لازم تخلى عن إصدار الأحكام ثانيا لازم نحوسوا كيفاش نسمعه نسمعوا هذه ك الإصغاء ليس بسكو كيف ينفرق بين نسمع و نصغير لازم يكون هناك إصغاء لازم نجنبوا إصدار الأحكام لازم نخلي نكسب الثقة لعن الإنسان هذا ونخلي الإنسان هذا يتق فيه و لازم نكون أنا قد أتق هذه ما نفشيش سر التاع و لما نستغل في بعض الحين يقول لك لو كان قلوا هكذا دوك يستغل سر التاع و لديه و كده لذا نقوله ما نحكي حتى الواحد بالعودة إلى علاقة نفسي بالعضوية ما هي أبرز الأمراض العضوية التي تنجم عن المعاناة نفسية أمراض عضوية لا ما نقدرش نسميها أمراض عضوية تنجم على الإترابات النفسية هناك و السبب نفسي و هنا نشاهدوها تتجل مثلا مثلا لأكسليرات الريتم كاردياك و من فوق الأحيان الإنسان يحس بطاكي كارديا يحس بقلبه يخفق بالزعب و إن يقول لك بلدي مشكل في القلب و يقول لك عند الكارديولوج يقول لباس عليك هو ما عندك حتى مشكل ممكن يحس روحه إتوفه صعوبة في التنفس يروح عن طبيب مختص في الأمراض التضرية يقول لباس عليك ما عندك حتى مشكل ممكن يحس بول دانجواز في كرشو و إن هذه بول دانجواز سبقى دايما و إن يروح عن طبيب مختص في الأمراض الجهاز العدمي يقول لباس الفيبروسكوبي يقول لباس من ناحية العوديو ما عندك حتى حاجة و إن هذه التغييرات لأن الإنسان يعد مرتاح نفسي مبارك يعطي تنشانبولم في الميتابوليزم من الإنسان لأن الإنسان يموبيلز لكافاستياته لدينا它 على المحاول ما قل Insurance لذجب np هو لاحق و لكن أو إن سال swoją سينا على الحجي بطريقة حمري испытee من النحاة يسلمد يتبع كما يقولون لسان باشي ينبير كذا فأهنا يصرى انشامبول ماء وهنا ممكن يؤثر حتى على العمل الهرموني كذا فإلا كان إنسان يكون ديابيتيك راح يكون أثر على العمل الغداء كما عن البنكرياس وكل شيء إلا كان إنسان عنده مشكلة قلب كذلك نشوفه كذلك حتى ارتفاع الضغط الدموي وإن في بعض الآن نستقبل الناس يجي يقول لك ونشوف الضغوطات النفسية هذه المعاناة النفسية ليست ممكن تخلي ديابات أخرى كما يقولون ليدا فهنا ما نحشموش كنهضروا على المعاناة ونحشموش نكسروا الصمت هذا اللي راحتنا النفسية اللي راحتها النفسية ما ننسوش بليلكور إلا بزوان داتر كما يقولون بينا كمبانيين الروح هذا النفس هذه لازم تكون نتهلوا فيها ولازم نصنوها ولازم ما نحشموش نلجأوا مختصين نفسانيين باش يعاونوك باش تحرروا وتخلص من المعاناة النفسية هذه كامل أشكرك جزيل الشكر لأخصائي النساني خالد مهوب وكنت معنا للحديث عن موضوع المعاناة النفسية أسباب وحل شكرا واجب احنا نغتنموك كذلك الفرصة رانا في العشر الأواخر ونستغل الفرصة باش ندعو الرب عز وجل باش يشفي كل مريض عندنا أحبارهم مرض يعانوا من معاناة سواجة السادية سواء النفسية نطلبوا ربي ورفضوا يدينا لرب سبحانه باش يشفيهم وباش يخفف عليهم المعاناة تاهم والألم تاهم وربي يقدرهم وربي يعاون كيما نقول فسكو كي يكون واحد مريض في العائلة كل العائلة تمرض معه وكل عائلة تعاني معه ربي يقدرهم وربي يشفيهم إن شاء الله في هذه الأيام مباركة وما ننسوش ندعو الناس لمراض كيما نقول لهم بحاجة إلى دعواتنا ربي يشفي جميع المرض